ترجمة نانسي قنقر حوالي سبع أماكن أنت جبت ست لعيبة بعد غاق القيد الأول ففي كلام على زمة الأهرام أن الأهل هيأيد أربع لعيبة من ستة ده نتيجة أن يكون في فكرة أن في شهر يناير إذا كان في صفقات جديدة فيبقى في مساحة أنك تأيد تلك لعيبة أخرى في الفترة اللي جاية قبل انطلاق مرحلة دور المجموعات في منتصف فبراير طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على اللعيبة الدولية واللي موجودين في كأس الأمم وقزمة كأس العالم للأندال حساب الوطن سبورت على تويتر نشروا أن الأهل يتمسك بالدوليين في المونديال ويدعم تقديم موعد أمم إفريقيا شرحنا القزء ده في فقرة ترند درند وقلنا الجزئية دي إزاي النادي الأهلي بيشتغل عليها وبيفكر فيها واتكلمنا فقرة ترند درند على إزاي أن الأهلي بيطرح فكرة أن كأس الأمم ممكن يتقدم كام يوم وأن الكهاف يناقش ده وهيكون فيه رد رسمي في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة عشان يقدر الأهلي يبدأ بقى يشتغل ويحضر ليه البطولة في الفترة اللي جاية هتكون معاه اللعيبة الدولية ولا مش هتكون معاه ويبدأ يشوف بقى ممكن ينصق مع المنتخف كمرحلة أخرى ولا لأ مش عايزين نسبة لأحداث لغاية لما نشوف الاجتماع القادم ما بين الفيفا والكاف وفي حضور الأهلي والتحاد الكورة ممكن يصفر عن إيه والقرارات المتوقعة أو المنتظرة من الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن لكن بالنسبة للفيفا موضوع مفهول ومحدش هيفتح الموضوع ده تاني كاس العالم الأندية في معاده مش هيتغاية طيب الوطن سبورتي بيتكلم على فرمان من الأهل للدوليين في قطر حال التأهل أو حال تأهل منتخبنا إلى المباراة النهائية طيب ده بناء على إن فكرة إن لقاء السوبري 22 ديسمبر والمنتخب إذا وصل للمباراة النهائية المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر فالطبيعي إن لعبة الأهل الدوليين مش هارجعوا من قطر للقاهرة عشان يسفروا بعدها بيوم تاني إلى قطر استعدادا للسوبر كمان الاتحاد الإفريقي إن المباراة يوم 22 فطالب من الفرقتين إن يكونوا موجودين في الدوحة يوم 19 بالليل مساء يوم 19 فما بين 18 و19 يزارف 24 ساعة فالأفضل بقاء الدوليين بما فيهم كمان علي معلول إذا وصل مع تونس لنصف النهائي والنهائي وبدر بنون والفريق يكس تكمل بقى صفوفه في الدوحة قبل مواجهة السوبر ووارد وارد بنسبة كبيرة جدا إن الأهل يسافر الدوحة مبكرا عشان يحضر لهذه المباراة في الظل لنلعبة الدولية كلها موجودين في الدوحة قبل خوض لقاء السوبر يوم 22 ديسمبر طيب أروح كمان لي يلا كورا ويلا كورا عمل خريطة لمباراة الأهلي بعد كأس العرب الحساب الرسمي يلا كورا على تويتر نتكلم على إن أول لقاء للأهلي قادم بعد كأس فيفر العرب 22 ديسمبر أمام الرجاء في السوبر الإفريقي 26 ديسمبر أمام فيوتشر في الدوري وهي مباراة مؤجلة 30 ديسمبر مع برامدز وهي مباراة مؤجلة في الدوري من 9 يناير ل 6 فبراير أمم إفريقيا 5 فبراير منتري المكسيكي كأس العالم للأندية دور الثمانية 9 فبراير نصف النهائي كأس العالم للأندية في حال إذا الأهلي تأهل إن شاء الله أو تحديد المركز الخامس والسادس دي الخريطة الفترة الجاية مباراة برامدز في الدوري يوم 30 البطولة أفريقيا في معادها فالمباراة دي هتؤجل بنسبة 100% كأس الأمم في معاده فالمباراة دي هتتأجل بنسبة كبيرة جدا مباراة منتري يوم 5 فبراير الحمد للأسبوع الماضي كنا نفرضنا قبل إعلان الفيفا بموعيد كأس العالم للأندية وقلنا إن أول مباراة للأهلي مع منتري يوم 5 فبراير 6 ونص بتاوية القاهرة على ملعب مدينة آلزايد الرياضية في أبوظبي وده معاد رسمي إن شاء الله انطلاقة الأهلي في كأس العالم للأندية نروح كمان لحساب سبورت 362 مصرية بيتكلموا على نتائج محمد الشناوي ووصفوه بالإختبوت شارك في عشر مناسبات تقاروية مختلفة في عام واحد تكلموا على أن لعب دوري أبطال إفريقيا سوبر إفريقيا دوري وكأس وسوبر مصري كأس عالم أندية أولمبياد في توكيو كأس فيفا للعرب تصفيات كأس العالم تصفيات أمم إفريقيا خيالي الله أكبر نمسك الخشب محمد الشناوي يعني الحمد لله عمل أرقام قياسية مع منتخبنا الوطني ربنا يحفظه ويكمل على نفس المسيرة وإن شاء الله يكون موجود بإذن الله في كأس العالم القادم 2022 في الدوح آخر خبر معايا اليوم السابع وبخصوص قهرباء قهرباء يقتر الأهلي برفض الإعارة المحلية ويشترط عرض خليجي أو الاستمرار بالتتش طيب ده آخر خبر من اليوم السابع وطبعا أنتم شايفين يعني كل يوم موضوع عن قهرباء فلي بنقوله النهاردة قلناه الإسبوع اللي فات مش هنتكلم عن حاجة لسه سابقا لأوانها أخرج إلى فصل فرح موسيقى